السلام عليكم يا شباب في هذا الفيديو سنعود مع بعض سنعود إلى في الفيديو الذي فاتحنا بعد أن نظر فورمولة هي هل فورمولة أو الإكوشن في الآخر هل هي هل لا يوجد أي error نحسبه عن طريق root mean squared error هذا الرول هو هذا اللي نحسب به الرول قبل أن نرى هذا الرول نقص على الexample يقول لنا لدينا for observations وعلى أساسها بيحدد شاف نفس الexample المرة التي فاتت هنحل هنجيب c1 وفي الآخر هنطلع بالفورمولة لأن y equal كل هذا تمام هذا نفس اللي عملها المرة والمفروض هذه الفورمولة لو نريد نعمل predict value جديدة حد دخل مثلا نحن عندنا هنا 13 24 24 15 30 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 44 30 50 30 34 35 30 30 30 30 30 31 32 تلعت بثري بوينت فور ده بعد ما عملنا البريدكشن بعد ما حطينا حطينا كل اكس هنا حطيناها يعني مثلا الات السرطين اقصد لما حطيناها في الرول بتاعنا ده قبل الايكوشن بتاعتنا دي بعد ما يطلع لنا ات طلع لنا ناين بوينت سرطين نفس الكلام على كل الفاليوز نيجي بقى الرول بتاعتنا هنا بيقولك ايه هتعمل عشان تحسب الروت من سكوارد ارور تعمل روت ويه سميشن بتاع كل بريدكشن كلهم كلهم فحنا ننبر اوزيرفاشن عندنا اربعة تمام فحنيجي نشوف هنا عشان نحل روت اول حاجة اربعة بعدين السميشن بتاع كل حاجة كل حاجة فاول حاجة هي كانت بس لما حطيناها فعلا في الايكوشن بتاعتنا دي طلعت الواي ب9.13 فهنعملها هي كاتب 5 بس طلعت لنا البريدكتد 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 ببعى البريدكتد 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 ولكنك الطابت plutôt البريدكتد البريدكتد ورببي قريصين البريدكتد 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 Nancy سيتا 2. وx3 اللي هو البيتدكتور 3. تمام? في الاخر ستلع لنا هي approximately 0.38. تمام? طيب. نشوف ايجزامبل تاني نفس الكلام من دينال سيتا 0 سيتا 1 سيتا 2 سيتا 3. وقال لك ايه? وقال لك. 8 شوط 4 شوط وطارجت 40% ماشي اوكي. اه. فانيجي نشوف ان x1 عندنا بكم هي شوط وطارجت. فانشوف سيتا 0. هنعمل 1 اوور 1 بلاس اي باور نيجاتيب سيتا 0 بلاس سيتا 1 ونشوف ايه x1 عندنا اللي هو شوط وطارجت. فاناخد بالنهو هنا بس ملخبط الارقام عشان نتلخبط. فشوط وطارجت نشوف بكم. نشوف x2 بكم. نشوف x3 بكم. اللي هي دي هنا كده عندنا دي x3. x3. ودي x1. ودي x2. فنفس المسألة الفوق بس هو ملخبط الانبوت اللي هو مديها لنا. بس كده. وكده